ما الآن فانضموا لنا من رمالله سيد وليد حباس الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد وليد أهلا بك على شاشة الغد وريد أن أبدأ معك باستقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي من منصبه على خلفية الفشل في هجوم السابع من أكتوبر السؤال هنا لماذا الآن؟ لماذا ليس بعد السابع من أكتوبر مباشرة أو حتى بعد انتهاء هذه الحرب؟ نعم يعني بداية في الأسبوع الأول بعد هجوم سبعة أكتوبر أعلن تقريبا سبع رؤساء أجهزة أمنية كبار ومجالس أمنية مسؤوليتهم المباشرة عن هذا الفشل وأعربوا أنهم يعني يرغبون بالاستقالة وبأسرع وقت ممكن ولكن يعني اندلاع الحرب لم تتح لهم هذه الفرصة وبقوا على رأس عملهم إلى أن تأتت الفرصة المناسبة من بين هؤلاء كان أهرون حلاوي اللي هو رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش وأيضا رئيس الشباب ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الأركان ورئيس سلاح الجو إلى آخره بالمناسبة في سبعة أكتوبر أثناء الهجوم كان هذا الرئيس شعبة الاستخبارات الذي استقال اليوم كان يستجم في مدينة إيلات وقد تم استدعائه قبل الهجوم بأربع وعشرين ساعة لمباحثات عاجلة لكنه فضل أن يبقى في رحلته العائلية هذا يشكل فشل كبير خصوصا وأن شعبة الاستخبارات هي الجهاز الأهم المسؤول عن فشل سبعة أكتوبر لماذا تم إرجائها؟ قلنا لأن هناك حرب لم تتح لهم المجال لأن يخلفوا أو يستبدل رؤساء أجهزة أمنية بأسرع وقت ولكن هناك أيضا مجال لأن نقرأ الاستقالة في راهنيتها الآن لأنها أيضا جزء من ضغط المؤسسة العسكرية على المستوى السياسي بمعنى هناك واضح جدا أن هناك خلاف ما بين المؤسسة الأمنية أو المستوى المهني بين مزدوجين والحكومة السياسية صحبة الأجندة الاستراتيجية بحسب كلام حضرتك هذا الخلاف يطفل الآن على سطح وتبين لنا أو أثر هذا الخلاف جاء بهذه الاستقالة تقصد أستاذ وليد؟ نعم ولكن يجب أن نضع الأمور في نصابها لا يجب أن نتصور أن هناك خلاف عميق وأن هناك أجندات مختلفة داخل إسرائيل على الأقل عندما نقرأ هذه الاستقالة يجب أن نشير أيضا إلى أنه بعد 7 أكتوبر كان واضح أن دولة إسرائيل سوف تنشئ العديد من اللجان التحقيق التي سوف تبحث وترصد أسباب ومكامل وتدعيات هذا الفشل وعندما بدأت هذه اللجان يعني هي ليست اللجنة الأهم التي بدأت ولكن عندما بدأت لجنة التحقيق داخل الجيش الإسرائيلي وأيضا مراقب الدولة افتتح بعض جوانب هذا التحقيق الخاصة بمكتبه كان لا بد ولا مفر أصلا إلا أن يستقيل أهر حلاوي من هذا المنصب فبالتالي يجب أن ننظر إليها أيضا على أنها مرتبطة باللجنة التحقيق وكان من المعيب للمؤسسة الأمنية العسكرية أن يستمر هذا الرئيس الشعب في منصبه أثناء مجريات لجنة التحقيق لأن نهاية لجنة التحقيق ومخرجاتها واضحة مئة بالمئة طيب بالانتقال إلى مجري في قطاع غزة سيد وليد الغارات الإسرائيلية تكثف خاصة في الأيام الأخيرة على محافظة رفح في ظل التهديدات بتوسيع العمليات البرية في هذه المحافظة الجنوبية نعم صحيح هذا ما ننظر إليه منذ أشهر منذ بداية الحرب إسرائيل لم تحقق أي إنجاز عسكري هناك مأزق سياسي لدى الحكومة الإسرائيلية هي لا تستطيع أن تخرج بهذه الحرب لا بصورة نصر ولا بتحقيق أي منجز استراتيجي وأيضا هناك تصاعد في نغمة الدول الغربية ومجالس حقوق الإنسان والأمم المتحدة تجاه إسرائيل بارتكابها العديد من المجازل والجرائم داخل قطاع غزة وبالتالي هذا المأزق عندما ننظر دائما حكومات اليمين عندما تدخل في مأزق يكون أحد مركباته عسكريا أو حربيا فإنها توسع هذه الحرب ولا تقلصها أو تنهيها وقد شهدنا ذلك عندما قامت بتراشقات بينها وبين إيران على ضوء قصف السفارة الإيرانية في دمشق والآن المأزق الحالي لا مخرج منه سوى خيارين إما أن تنهي إسرائيل الحرب وهذا هزيمة وليس فشل وإما أن توسع عملياتها الحربية ساعية أو مبتغية نصرا هنا أو هناك رفح طبعا تشكل وفي ظل حديثنا عن رفح دعنا ننوه سيد وليدي لأن هناك غارة الآن على مدينة رفح كما نشاهد تصعد عميدة الدخان نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية على محافظة رفح جنوبي قطاع غزة بالتأكيد سوف نوافيكم بكافة تفاصيل هذه الغارة حلى ورودها إلينا نعم عزيزي أنا أنصح بأن ننظر إلى مشهد الحرب حاليا على أنه ذوب عدين أو هناك مركبين المركب الأول هو الصفقة التبادل الأسرة وأي صفقة لإنهاء الحرب ما بين إسرائيل وحماس واضح أن كل جهود المفاوضات باءت بالفشل وحماس متمسكة بمطالبها وإسرائيل عاجزة أن تثنيها أو أن تلي ذراعها هذا هو المركب الأول وهنا يوجد لإسرائيل أعلن بني منتنياهو قبل يومين أنه سوف يوجه ضربة حاسمة وقاسمة لحماس سريعا وفي الأيام هذه المركب الثاني وربما أيضا لا يقل الأهمية وهو البعد الاستراتيجي بعيد المدى للحرب بمعنى في حال انتهت الحرب وتم إخراج كل الأسرة وعمل صفقة التبادل سوف يقلع سؤال ملح جدا ما هو مستقبل قطاع غزة؟ ما هو مستقبل الحكم؟ ما هو مستقبل حماس في قطاع غزة؟ هذا السؤال أيضا مهم ويجب أن ننظر إلى أي عملية عسكرية أو أي مجازر مرتقبة لا سمع الله في مدينة رفحة لأنها جزء من تحضرات لليوم التالي حكومة إسرائيل لم تضع أي خطة واضحة عملية قابلة للتطبيق فيما يخص البعد الاستراتيجي أنا لا أتحدث عن صفقة التبادل وهناك سخط من المجتمع الدولي وهذه أحد نقاط الخلاف بينها وبين الولايات الالتحدة على شكل الحكم وشكل العلاقة من بين إسرائيل وقطاع غزة في اليوم التالي على البعد الاستراتيجي لماذا لا يوجد صورة؟ القضية الفلسطينية سيد وليد لماذا لا يوجد صورة حتى الآن؟ نعم لأنه يعني واضح جدا أنه بعد 7 أكتوبر وهذه الحرب أي حل لقطاع غزة لا يجب أن يكون بمعزل عن حل المسألة الفلسطينية بشكلها العام بمعنى يجب أن تعود إسرائيل إلى المربع الأسلوي وهو حل الدولتين ويجب أن تضع الأمور تحت إشراف مجتمع دولي ويجب أن تبدأ بالرفض أو بالقبول حل الدولتين من خلال اتخاذ إجراءات عملية أكيد هذه الحكومة الاتلفية اليمينية التورتية ترفض أصلا مبدأ حل الدولتين وترفض أصلا أن تنظر إلى الفلسطينيين على أنهم شعب فبالتالي كيف سوف تخطط لمستقبل قطاع غزة هي تريد أن تخطط لهم من خلال إدارة عسكرية إدارة احتلال وهذا قد لا يصلح أمام المجتمع الدولي وخصوصا للولايات المتحدة وأيضا خصوصا أمام اللاعبين الإقليميين الأهم مصر والأردن لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه الطريقة التي حكمت بها الفلسطينيين منذ عام 67 من خلال التنكر لحقوقهم السياسية والغوز في مشاكل إدارة حياتهم كسكان تحت الاحتلال هذا هو السيناريو الوحيد الذي تدفع به الحكومة الإسرائيلية وبالتالي هي تبحث عن لاعبين عن شركاء آخرين تقيم معهم علاقات من داخل قطاع غزة لتستبدل الحكومة حكومة حماس أو حتى السلطة الفلسطينية باعتبارهم حكومات تتبع لأحزاب سياسية وهي تبحث عن أطراف مدنيين ربما يعني لاعبين يعني غير مسيسين وبالتالي تريد أن تنقل كل المشهد الفلسطيني إلى مكان مختلف كليا هذا طبعا لا يأتي بسهولة وبالتالي إسرائيل حتى الآن ليست صدفة أنها لم تضع تصورا لليوم التالي للحرب لأنها يعني تنوي أو تكمن له مكام يعني معروفة يعني أمام المجتمع الدولي وهي ليست سهلة بالنسبة أيضا على إسرائيل طيب عظيم جدا دكتور أو أستاذ وليد إذا ما تحدثنا حول القادم من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يميل تنياهو الآن يتعرض ضغطات كبيرة سواء من قبل المجتمع الدولي أو حتى من قبل الداخل الإسرائيلي لإبرامي صفقة تبادل أسرى ومحتجزين حدة المظاهرات التي تطالب بضرورة إبرام هذه صفقة تزداد يوما بعد يوم الغريب هنا أن هناك أيضا مطالب تطالب باستقالة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وإجراء انتخابات مبكرة نعم يعني من متابعة حثيثة للمشهد الإسرائيلي والإعلام والتقرير التي تصدر عن مراكز استراتيجية وكأن هناك تفاهم داخل المجتمع الإسرائيلي أنه لا تطول هذه الحرب في عمرها عن عام واحد بمعنى يعني كأن هناك أصوات داخل إسرائيل متنوعة هي تقول أنه يجب على أطفال الإسرائيليين أن يذهبوا إلى المدارس بحلول العام الدراسي القادم هذا يعني بعد مرور عام على هذه الحرب إلى ذلك الحين شهدنا أنه داخل المشهد الإسرائيلي هناك يعني سرعات ما بين من يطالبونه بإنهاء الحرب وعلى استعادة الأسرة وبين من يطالبونه يعني باستمرار حتى القضاء الحماس إلى آخره الأزمة التي يمر بها نتنياهو هي أزمة يعني مستفحلة ولكن لها حدودها بمعنى نحن لم نشهد ولا نتوقع حتى أنه تغير الحكومة الإسرائيلية من نهجها نتيجة ضغط الشارع لأن ضغط الشارع إذا أراد له أن يسقط حكومة فقد تكون تلك سابقة أثناء مجريات الحرب وقبل أن تدلل الحرب في حروب إسرائيل السابقة كان هناك صخت من الشارع كان هناك امتعاض من المؤسسة الأمني طب ولكن ليس بهذه الصورة صحيح ولكن في النهاية نحن نعلم أن إسرائيل لا تذهب إلى انتخابات إلا في حالتين في حالة الأولى إذا تفكك الإتلاف الحالي أو إذا عجز الإتلاف الحالي الحاكم المكون من 64 مقعدا من أصل 120 إذا عجز عن أن يكون هناك انسجام وتوافق ما بينه فبالتالي سوف يتفكك هذا هو الخيار الأول الخيار الثاني أن يكون هناك ضغط حقيقي من الشارع لإسقاط الحكومة حيث لا يكون هناك ما فر أمام الحكومة وهذا لم يصل إلى هذا الحد يعني نترياهو لا يأبه لتلك الأصوات سيد وليد؟ يعني بالطبع يعرض نفسه على أنه مهتم بها وعلى أنه باستمرار يستدعي أهالي الأسرى الإسرائيليين ويخبرهم بآخر مستجدات ولكن في النهاية نتنياهو أيضا محكوم بأعضاء اتلافه لنتذكر أنه داخل الاتلاف الحاكم حاليا هو مكون من حزبين متدينين من حزبين من المستوطنين وأيضا من الليكود إذن هنا لدينا خمس مركبات نتنياهو أيضا ملزم مع هؤلاء الشركاء ويوجد لدينا أصوات داخل الاتلاف مثل حزب الصهيونية الدينية الذي يمثل 14 مقعدا من أصل 64 هو يقول بصريح العبارة بما معناه دعونا ننهي حربنا حتى لو كلف الأمر حياة الأسرى الإسرائيليين نحن بالطبع نريد كحكومة إسرائيلية أن نستعيد الأسرى ولكن في حال فشلنا بسبب هذه الحرب لأننا نريد أن نستمر بها فقد تكون تلقى قصة حزينة فأعذرون عليها هذا صوت واضح داخل الاتلاف الحاكم وهو صوت أيضا مسموع ويوجد لديه قاعدة شعبية داخل إسرائيل نحن نرى أن عائلات الأسرى تزيد من تظاهراتها وتزداد حجما وكما وكيفا وفي فعلياتها ولكن في الجهة المقابلة هناك أيضا منتديات أخرى تعبر عن بين مزدوجين شهداء الجيش الذين سقطوا والذين نازوا ستمائة قتيل من الجيش هناك أيضا منهم ساخطون على أداء إسرائيل الأمني والاستراتيجي هناك من يريدون استعادة قوة إسرائيل العظمى حتى لو كلف الأمر خسارة بعض الأسرى الإسرائيليين إذن هناك صوتين حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن مظاهرات الأسرى أو علاءة الأسرى حسمت المشهد أريد أن ننقش معك هذه النقطة كيف قرأتم ما ذكر من قبل وسائل الإعلام بأن واشنطن تعتزم اتخاذ عقوبات أو فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية وهي نتشاح يهودا نعم هذا مسلسل شهدنا حلقته الأولى بعد 7 أكتوبر وتضحرجت مثل كرة الثلج وكأن الولايات المتحدة يعني تزيد من خطابها ولهجتها بحق المشروع الاستطاني بشكلها العنيف ولكن هناك يجب أن نسأل حالنا سؤال يعني هل هذا يعني أو هو ليس واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة تحول من خطابها تجاه الاستطان تجاه كل التوسع الاستطاني بحد ذاته أم أنها معترضة على أسلوبه العنيف وحدة نتشاح يهودا هي كتيبة داخل الجيش الإسرائيلي تتبع إلى فرقة يهودا والسامرة وهي الفرقة التي تحارب داخل الضفة الغربية هذه الكتيبة نتشاح يهودا هي تأسست بالأساس للجنود المتدينين ولكن سرعانا ما تحولت إلى كتيبة يأمها المجندون المستوطنين وشبيبة التلال والمتطرفين وهي يعني لا تنصاع كثيرا إلى بروتوكولات وبرقراطيات الجيش وإنما تنصاع إلى الكتاب المقدس التوراة وتنظر إلى الفلسطينيين على أنهم أوباش يجب تنظيفهم انتهى وقت هذه المقابلة أشكرك شكرا جزيلا لك سيد وليد حباس الباحث في أشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رمالة أشكرك شكرا جزيلا